تعالي بقى نروح للموضوع اللي بدأنا بيه وهو فوايد الزمالك من فترة التوقف الدولي الأخيرة أو فترة التوقف للدور المصري أنا هرجع ليه الموسم اللي فات مرحلة قبل ما قبل السبع جولات يعني شوف الفرق قبل وبعد السبع جولات الحاسمة ومعسكر برج العرب اللي تكلمنا عليه مرارا وتكرارا شفتي الفترة المهمة دي ازاي بس اقولك على حاجة انت عارف ان قبل مرحلة السبع ماتشاط الموسم اللي فات برضو مستر كارتيرون يعني عمل حاجة مهمة جدا ان هو رفع الحمل البدني اللي لعيبة بشكل قوي جدا دخلهم اكتر في فرمة الماتشاط رغم فترة التوقف اللي كانت طويلة جدا بالمناسبة وفي ناس طلعت ساعتها قالت دي فترة طويلة جدا وهتفصلنا بس هو عارف يعمل ده كويس جدا جدا من غير ما نلعب كمان ماتشاط كان فيه فعلا الفترة طويلة جدا اللي احنا عادنا فيها في برج العرب زي ما احمد قال نفس الكلام الفترة دي واضح جدا ان كان فيه تدرج في ماتشاط الودية اللي لعبناها بايونيرز والترسانة والرائد واضح كمان ان احنا هنشوف شكل هجومي متطور اكتر من طريقة لعب ممكن نحل بيها الغاز دفعية صعبة هتقابدنا في الفترة اللي جاية لسه برضو عند كلامي يا جماعة رزاق سيسي هيكون من اهم الاوراق الربحة في الفريق الموسم ده كمان معايا احمد سيد زيزو اشرف بن شرقي مصطفى فاتحي شيكا ان شاء الله لما يرجع مع اوباما ونجم كمان عندنا يعني عندنا يا جماعة اسلحة تحت راس حربة ممتازة جدا جدا كمان انا لسه مقتنعة ان نسخة سيفي ديني الجزيري التونسية اللي ظهرت في كاس العرب هتكون حضرة وبقوة في الدوري ده مع المجتهد المتقلق عمر السعيد انا حاسة ان الفترة اللي جاية حلوة حاسة ان كارتيرون من اكتر المدربين اللي بيعرفوا يستغلوا فترة التوقف لسه عندنا كمان فترة توقف تاني بعد مطش غزل المحلة فاعتقد ان خلاص ما بقاش فيه قلق عموما من فكرة احنا هنقض كثير ما بنلعبش طب الفرمة بتاعة المطشاط طب فرمة المباراة طب الدوري طب مش عارف ايه اعتقد ان خلاص كلنا بقيلة متطمينين على فريقنا وكارتيرون موجود لان هو شاطر جدا جدا في الحتة دي انا عايز كمان اقول ان كل اللي انت بكرتيهم عندهم كمان اكتر من كده لعيبة كبيرة بمستوى عالي جدا بيظهروا في الاوقات الصحبة بس في حاجة انا عايز اقولها لجماهرنا الغالية على السوشيال ميديا يعني اعمل فترة كده تهدى فيها شوية نهدى فيها عن نقد اللاعبين اللي بشكل لازع بنشوف كلام كبير جدا على لعيبة كتير جدا احنا بنشوفهم بصراحة ان هما بيقدوا اللي عليهم خلونا بس نعد المرحلة دي نكسب المحلة يوم السابت ان شاء الله لكن مطش المحلة عايز اتكلم عليه برضو انه مطش صعب جدا المحلة في نسخة الموسم الحالي قوية جدا وعملة مطشاط هيلة جدا مع كابتن محمد عودة وبعد كده عندنا فترة توقف تاني برضو عشان كاس الامم هتبقى فترة كمان اكبر من فترة التوقف اللي كانت بسبب كاس العرب مطشاط الدوري قوية جدا واضح اننا في صراع النقطة هيكون في فقدان لفرق كتير وفرق كبيرة للنقاط واللمرة التانية والعشر احنا بننافس في اكتر من بطولة واحنا قدرنا ان احنا فريق كبير من اكبر فرق القارة لازم يكون عندنا فبات انفعالي في كل المواقف وفي كل البطولات ان شاء الله يا احمد يعني يوم السبت هيكون لنا تحليل فني مبسط كده كعادة نهارك ابيض لمطش الزمالك مع غزل المحل هنتكلم عن تفاصيل المطش وان شاء الله نحاق الفوز التالت على التوالي وندخل فترة التوقف اللي جاية دي بهدوء اعصاب تخطيط افضل للفترة اللي جاية